وذلك للمراجعة السنوية المشاركة للبرنامج الوطني لتنمية غطاء التهذيب سيناقشون الحصيلة المادية والمالية لتنفيذ الانشطة المبرمجة للسنة المنصرمة ودراسة مشروع خطة العمل للسنة الحالية من خلال تقييم وجاهة الانشطة المخترحة في ضوء اتفاقيات التمويل القائمة من المسلم به اليوم أن التربية والتكوين هما أفضل استثمار في عصر مجتمع المعرفة والعولمة وتقنيات الاتصال فقد ولت العهود التي كانت فيها المقارنة بين الأمم فتم على أساس ما تمتلكه من موارد طبيعية ومقدرات خام وأصبحت كفاءة رأس المال البشري وقدرته على المنافسة هي مؤشر التفوق الذي يسعى كل إلى حيازة قصب السبق فيه واستنادا لهذه المسلمة وبتوجهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز ركزت الحكومة على التكوين والتعليم بوصفهم الدعام التي تؤسس للمشروع النهضوي الذي تشهده البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي منذ سنوات وفي هذا الإطار تتنزل الخطة العشرية الثانية لتطوير القطاع التربوي خلال الفترة 2011-2020 التي تحظى بدعم شركائنا الفنيين والماليين والتي تسعى إلى الرفع من مستوى جودة ونجاعة التعليم وتوسيع الالتحاق بقاعدة الهرم التربوي وتحسين حكامة وتسيير هذا القطاع الحيوي والمهم إن هذه المراجعة تشكل نقطة تحول هامة في مسيرة البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب إذ تتزامن من جهة مع نهاية المرحلة الثانية من البرنامج ومن جهة أخرى مع بدء تحضير مرحلته الثالثة والتي تشكل إحدى ركائس استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المعتمدة من طرف حكومة معالي الوزير الأول محمد سالم البشير الورشة المفتتاحة اليوم ستتضمنها العديد من العروض التي تتخللها نقاشات متخصصة تتيحها الفرصة للمشاركين من أجل الوصول إلى الهدف المنشودة سيكون لإسهامكم في العروض والمناقشات المبرمجة على مدى هذه الأيام الثلاثة الأثر البالغ في تنوير الرأي وإنارة الطريق للوصول إلى الأهداف المنشودة يشمل البرنامج المقرر في هذا اليوم تمشيا مع العادة المتبعة في المراجعات السابقة الأنشطة التالية تقديم عرض حول الحصيلة المادية والمالية لسنة 2018 وخطة العمل المقترحة لسنة 2019 بالإضافة إلى التدقيقات المالية تقديم عروض حول وضع القطاع تحليل المؤشرات إجازا عن الملاحظات التي أثارت الزيارات الميدانية تقديم عرض حول وضعية إبرامي صفقات على مستوى إدارة مشاريع التهذيب والتكوين ملخصا حول تنفيذ الملاحظات والتوصيات الوالدة في المراجعة السابقة ورشة المراجعة هذه ستخرج بتوجيهات استراتيجية عملية تمكن من التحضير الجيد للمرحلة الثالثة من البرنامج عبر ثعبية الموارد المالية والدعم الفني انطلاقا من أهداف الأدبية للتنمية والأهداف الوطنية للقطاع المحددة ضمن استراتيجية النمو المتثارع والرفاه المشترك احتضرت وزارة النفط والطاقة والمعادن زوال اليوم مراسم توشيح عدد من موظفي وعمال الوزارة وبعض الإطاعات التابعة لها شملت توشيح موظفين تم اختيارهم من عدة قطاعات انتاجية وخدمية ذلك بمناسبة ذكرى الثامنة والخبسين لعيد الاستقلال الوطني 25 شخصا من مختلف القطاعات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط والطاقة والمعادن تم توشيحهم اليوم بمباني الوزارة باسم رئيس الجمهورية من طرف وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد العبد الفتاح وذلك بمناسبة ذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني وذلك على النحو التالي بميدالية شرف من الدرجة الأولى السيد أقلاهم محمد لقلف حمادي رئيسة مصلحة المصادر البشرية بالشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية السيد محفوظ ساموري يحضيه ملحق إدارة بإدارة الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية السيد أذمان المختار فال سعيد رئيس قسم التدقيق بالمكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي السيد مامادو صنباء نجاية رئيس مصلحة الصيانة بالمكتب الموريتاني للبحث الجيولوجي السيد بوبكر كوناتي كوناتي في النعالي للميكانيكا السيد حماد الشيخ حماد رئيس مكتب المناهج في مكتب الدراسات بالسكة الحديدية السيد صيد سيلي أن وكيل في الأتاذ المتنقلة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد سيد أحمد داد شماد مساعد رئيس مصلحة الأشخاص في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد مامادو دنباء لو رئيس التسير المادي في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد إبراهيم سيدي جاكيلي رئيس مصلحة الإنتاج المعدني في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد عليون سيدي بي وافي ذني علي كهربائي في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد باباكار جبريل فيديور ذني علي كهربائي في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد محمد سيدي أبو بكر القاعد ميكانيكي تصفية الحديد في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السيد عبدالدايم أحمد محمود رئيس قطاع المتابعة في إدارة الأشغال بالشركة الموليتانية للكهرباء السيد ياقوب محمد ياتنا رئيس مصلحة التخطيط وحملات التحصيل في الشركة الموليتانية للكهرباء السيد فاضيلة علي لكحل مساعدة مؤسساتية السيد أحمد تجاني محمد لمين يونغان رئيس وحدة الصيانة الميكانيكية في الشركة الموليتانية للكهرباء وبميدالية شرف من الدرجة الثانية السيد محمد أحمد البو مفتش مكلف بالمعادن في الوزارة السيد مختار محمد كامرا رئيس قسم صيانة الشبكات بالشركة الموليتانية للكهرباء السيد دنباء بابا لاجي سيسوكو سي رئيس وحدة الفوترة في الشركة الموليتانية للكهرباء السيد خديجة علي ديارا أمينة الصندوق المركزي في الشركة الموليتانية للكهرباء السيد أحمد الشيخ مخيطير يطار في مصلحة الأشخاص في الشركة الموليتانية لتكرير المحروقات وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة السيد أبدالله سيدي يومبابا وكيل بالشركة الموليتانية لتكرير المحروقات السيد مكلف أحمد محمود باباكار كاتب في السكرتيريا المركزية السيد نذيرو الحضرامي الحضرامي بواب بديوان الوزير جرت مراسم التوشيح بحضور عدد من كبار موظفي وزارة النفط والطاقة والمعادن أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق راسي باسم الحكومة خلال مداخلة له في لقاء مفتوح مع أعضاء اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحوبي للعرب أن الإنجازات التي حققتها موريتانيا خلال العشرية الأخيرة فاقت ما تحقق خلال الخمسين سنة من عمر الاستقلال وإشار الوزير إلى أن هذه الإنجازات لامست مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية خلال هذا اللقاء المفتوح مع أعضاء اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحوبيين العرب أكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مواصلة نهج التنمية وصيانة المكاسب التي تحققت في البلاد وأذكر السيد الوزير بالماضي المشرق لموريتانيا ودورها في نشر الإسلام وترصيخ اللغة العربية في المنطقة كما أبرز دور علماء موريتانيا الذين كانوا سفراء الثقافة في المشرق العربي أتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا مريحا في بلدكم موريتانيا موريتانيا التي تقع في أقصى نقطة من غرب العالم العربي وهي تعبير عن إلى أي مدى وصلت الثقافة العربية في غرب إفريقيا والتي حملها الموريتانيون جميعا عربا وفارقة إلى أدغال إفريقيا فاتحين وتجار ودعاد ونشروا الثقافة العربية في غرب إفريقيا وتركوا بصماتهم في هذه المنطقة كعلماء وكدعاد وأعتقد أنهم كانوا سفراء للثقافة العربية وللتاريخ أن يقيم إلى أي مدى خدموا هذه الثقافة في محيطهم كان أيضا لدى الموريتانيين السفراء في المشرق العربي وعرفوا في الأزهر في الأستانة أيام الحكم العثماني في بلاد الحجاز كما استطرد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ما تحققه في العشرية الآخرة من إجازات طالت جميع المجالات الاقتصادية السياسية الاجتماعية والأمنية اليوم الحكومة الموريتانية في العشرية الآخرة بقيادة فقامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز كانت هناك رؤية واضحة تقوم أولا على تأمين البلد بالكامل وعلى تعزيز الحرية الديمقراطية نشر الحريات حرية التعبير حرية الصحافة حرية التنظيم ورد السيد الوزير على أسئلة الصحافة التي تطلقت لقضايا متفرقة وأكد أنه لا يوجد سجين رأينا في السجون الموريتانية وأن حرية التعبير يكفلها القانون وفي نهاية اللقاء سلم رئيس اللجنة الدائمة للحريات السيد عبد الوهاب الزغيلات لوزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة درع الحرية كوسام امتنان مقدم من الاتحاد العام للصحافيين العرب لرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز بمناسبة تصدر موريتانيا للعالم العربي في حرية التعبير لمرات متتالية حسب الترتيب العالمي لحرية الصحافة في طريق زيارته لبلادنا أشرف وفد اتحاد الصحافيين العرب على افتتاح دورة تكوينية لصحافيين شباب من بلادنا وبعض الدول العربية والتناولة الدورة التي ستستمر ثلاثة أيام عروضا حولها أخلاقيات المهنة الصحفية وتطرقت المداخلات التي ميزت لهم الأول من هذه الدورة إلى التعريف بالمهنة الصحفية والأخلاقيات المهنية كما تناولت مواضيع الدورة مختلفة الأجناس الصحفية وأساليب التحرير الصحفية في المجال البيئي انطلقت اليوم بالعاصمة ورشة أعمال ورشة الأعمال المكونة للمكونة الوطنية من مشروع تقوية ويعادة التأهيل والمداخل والتنمية وتوفير النظم البيئية وكذا الورشة الفنية الجهوية لتقديم وتخطيط النشاطات ضمن مشروع العمل ضد التصحر وتدفع هذه الورشة إلى تنسيق جهود المعنئين في مجال مكافحة التصحر وتدهر الأرض جهودها الرمية إلى مكافحة التصحر وتأهيل أراضي محاربة الآثار المناخية المرتبطة بهذه الظواهر البيئية وزارة البيئة والتنمية المستدامة تنظم هذه الورشة المتعلقة بالانطلاقة الفعلية لأعمال المكونة الوطنية من مشروع بريتج المتعلق بتقوية ويعادة التأهيل والمداخل والتنمية وتوفير النظم البيئية والورشة الفنية الجهوية لتقييم وتخطيط النشاطات وحصيلة التحديات والنجاحات ضمن مشروع العمل ضد التصحر ويهدف هذا المشروع الممول من جمهورية تركيا الشقيقة عبر منظمة الأمم المتحدة والأغضية الزراعية لفاءو إلى تأهيل خمسة آلاف هكتار في بعض الدول الأعضاء في الوكالة الإفريقية للصور الأخضر الكبير وتضم هذه الدول إضافة إلى بلادنا جمهورية السودان وأريتريا كما تعلمون فإن جمهورية تركيا الشقيقة التي تواجه تحديات مماثلة التي تواجهها بعض الدول الإفريقية خاصة فيما يتعلق بالتصحر وتدهور التربة وهدم المنظومة الغابوية التزمت في إطار الشراكة جنوب جنوب بتقديم 3.6 مليون أورو لصالح ثلاث دول من بلدان الوكالة الإفريقية للسوري الأخضر الكبير هذا التعاون سيتركز في إطار هذا المشروع على تخصيب التربة وتبادل الخبرات والطريق المناسب لتأهيل النظام البيئي بالاعتماد على التكنولوجيا المستخدمة في تركيا والدول الثلاثة إن هذا التعاون لا يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه دون التعاون الإقليمي بين الدول المستفيدة من خلال التكوين وتسيير المعلومات المتعلقة بالنظام البيئي في الدول المعنية ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاو في بلادنا السيدة إيرينا بيتول أكدت أهمية مشروعي العمل ضد التصحر وتقوية إعادة التأهيل والمتاخيل الذين تنفذهما هيئتها مع شركائها مبرزة أنهما مبادرة من مجموعة دول إفريقيا والكاريبي ويعملان على تدعيم المجموعات بتحديد وتنمية الأنشطة المدرة للدخل أما سبيل جمهورية تركيا في بلادنا السيد مهامت بيلير فقد أوضح أن بلاده تتعاون مع الفاو من أجل دعم بلادنا وألتريا والسودان لمكافحة التصحر والأراضي المتدهورة بفضل تستير مستدام لمصادر هذه الدول الطبيعية مؤكدا استعداد بلاده لمواكمة جهود الحكومة الموريتانية في هذا المجال وبدوره أشهد الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسؤل الأخضر الكبير البروفيسور جا عبدالله بجهود تركيا ولفاء لتمويد هذا المشروع الذي يستجيب لسكان دول الوكالة الإفريقية والتمييز هذه المبادرة بالشمولية لأخذها بعين الاعتبار الاتفاقية الدولية ذات الصلاة بالموضوع هذا وسيتابع المشاركون في الورشة عروضا حول خطة تسيير عمل المشروع لهذه السنة الذي ينتظر أن تكتمل أشغاله في غضون ثلاث سنوات وأن يساهم في تأهيل الأراضي المتدهورة والتصدي لظاهرة التصحر البيئي مشاهد الأكاري من إشرتنا لا تزال متواصلة وفي ملفها بعد قد تتابعون موسم السياحة في آدرار استعادة الألأ أهلا بكم جديد تعتبر مفوضية لمن الغذاء أداة فعالة في مجال محاربة الفقر ومساعدة للدخل المحدود ودعم جهود التنمية المحلية في المناطق الريفية وذلك من خلال افتتاح دكاكنة تبيع بأسعار مخفضة واستهداف الشرائح الهشة في مناطقها عبر مشاريع صغيرة مدرة للدخل مفوضية الأمن الغذائي يد الحكومة الممدودة لمتوسط الدخل والفئات الهشة تتدخل لتخفيف غلو الأسعار فتوفر سلعا للبسطاء في رمضان وفي غير رمضان وبأسعار في متناولهم ترقب مؤشرات الوضع الغذائي فتتخذ إجراءات استباقية أو تتدخل في خطط استعجالية لمواجهة الكوارث وذلك عبر مجهود تسخر له الحكومة موارد مالية معتبرة الحصيلة للعام الماضي تبين بالأرقام جانبا مما تحقق فما يناهز نصف مليون شخص يستفيدون من هذه المفوضية وأكثر من ألف فرصة عمل في نواكشوت وألفين في الداخل لصالح حملة الشهادات والسكان المحليين وفي شهر رمضان حيث تتضاعف الأجور تتراجع أسعار المواد الأساسية في محلات خاصة بلو الدخ المحدود إذ سجلت في العام الماضي وحده زيادة الموارد بمئة مليون أوقية قديمة مع زيادة عدد المحلات الخاصة بالأسعار المخفضة في رمضان تذهب مفوضية الأمن الغذائي إلى مجالات أخرى تمس حياة الناس بشكل مباشر أو غير مباشر عبر دعمها لبرنامج الثروة الحيوانية وذلك من خلال توفير 42 ألف طن من الأعلاف بأسعار مدعومة وزيادة عدد نقاط البيع إلى 1300 نقطة بيع ويشكل العون الاستعجالي واحدا من أدوار المفوضية الأساسية فقد أطلقت في العام الماضي وحده عمليتين للتوزيع المجاني للمواد الغذائية استفاد منها عشرات آلاف المواطنين كما كان الأسر المتضررة جراء العواصف نصيب الأسد من ذلك الدعم الاستعجالي الذي تجلى في عدد من التدخلات لصالح الأسر المحتاجة لا سيما في منطقة باركيول ومثلث الأمل لقد ساهمت المفوضية بفعالية في برنامج للتكفل بالأطفال دون الخامسة وبالنساء الحوامل كما حرصت على متابعة الوضع الغذائي للسكان بشكل عام وقامت بمسوح دورية لمتابعة ذلك الوضع وعملت في كل مرة على تحديد البلديات الأكثر هشاشة ووضع برامج التنمية في المناطق الأكثر احتياجا وهو ما تجسد في إجاز عشرات المشاريع في المجالات التالية تسييج المساحات الزراعية استصلاح أراضي زراعية جديدة توفير شبكات مياه صالحة للشرب برنامج الغذاء مقابل العمل تمويل الأنشطة المدرة للدخل إيواء اللاجئين الماليين وفي مجال تعزيز القدرات لمواكمة التطور الحاصل في الحاجات وفي النمو الديمغرافي تم بناء مخازن تابعا للمفوضية من بينها مخزن جديد بالواكشوت بسعة ثلاثين ألف طن وبناء مخازن في كل من باركيول وأمرج واقتراء خمس شاحنات جديدة في طر التقارير الميدانية التي تعدها قناة الموريتانية حول الطبيعة وهمية المشاريع التنموية التي تنفذها وكالة التضامن في الداخل ندعوكم الليلة لمتابعة تقريرنا عده الزميل مختار بابا والأحمد حول إعدادية قرية الكريع التابعة لمقاطعة مقطع الحجار بولاية البركنا كان سكان هذه القرية بدوا رحل حتى استقر بهم المقام بمحادات الطريق المعبد الرابط بين مقاطعتي مقطع الحجار والاق وهنا كان حريا بالدولة أن تؤمن لهم وسائل الاستقرار التي تضمن حياة ملائمة لهم ولأبنائهم فبعد أثبت الشيدي مدرسة متكاملة الأقسام قدت قراء ومحتاجين هنا الحمد لله كانوا لبنائة هذه المدرسة ولا هم نقول لنا متأكدين على أنها الحمد لله فاخرة عندنا وهذا من فضل القيادة الوطنية والدولة نختار نقول لكم لأنها قاعدة لإنجازات لنا التضامن والسيد الرئيس ما نقدر نعبرها لسنتنا ما نقدر نعبرها لفغ لابنا هذا البلاد اللي ترعوا فيه كنت كل سنة نبني فيهم مبارات والسنة الأخرى نطويهم واليوم نحلت يقنوا مشكلة المدرسة زينا عندنا وكنا قاع سابقا مالنا خالقين شوف كنا نبني مبارات تورج وكنا نبني مبارات يقنين وكل سنة اللي عندنا من اللي ملاحفنا شمعوا كامل إياك نعدلوا جبيبات هذا هو اللي نقرب فيه شاشرتنا وكنا مالنا خالقين إلى إن جاتنا هذه وكالة التضامن وعدلتنا للمدرسة فتبارك الله وعدنا استرحنا وعدنا تركتنا وعدنا مدى رفضونا من القبر وشاكرين القيادة القايدها محمد والعبد العزيز من عندها جاي كامل شاكرينه وراننا مولي ندوره اللي زيادة من هذا بدل هذا القسم الواحد الذي أتى عليه الدهر تعددت أقسام الابتدائية وتنوعت المواد إلى درجة كادت أن تكون مدرسة الكريع هي الوحيدة في المنطقة المكتملة من حيث المعلمين هذه المدرسة معدلتها وكالة التضامن جزاها الله خيرا لهذا الحي اللي حقيقة كان هو من رأسه يتنقل تنقلات حقيقة بعيدة ولموجود منه هون كان حقيقة في شحف اللي ينقلوا البنايات ما يخص الاستفادة أحدا استفادت منه هون الهتمائة طالب يزاولوا دراستهم هون فيها فيه لطعشر طاقم معلم موجود نواقص الحمد لله ما شاء الله ما فهم نواقص سيتيجية هي على مستوى الحمد لله الطاقم متواجد لله الحمد مع النتائج الجيدة التي حصدها التلاميذ في اختبارات ابتائية اتطلعوا سكان هذا الحي إلى افتتاح اعدادية تمهيدا للعام الدراسي المقبل شهدنا كاريم نشرتنا لا تزال متواصلة لكن فاصل ثمن واصل نشرة الأخبار على الموليتانية في حلة جديدة فقرات إخبارية عديدة طوال اليوم تغييرات في مواعيد المواجز والنشرة الإخبارية المجهز الإخباري على تمام الساعة الحادية عشر نشرة الظاهرة الساعة الواحدة زوالا موعدان إخباريان على تمام الساعتين الثالثة والخامسة بعد الظهر مسائية الموريتانية تبدأ من الساعة السابعة مساء إلى غاية العاشرة قبل منتصف الليل النشرة الثقافية على تمام الساعة السابعة نشرة الأخبار نشرة الأخبار بالفرنسية على تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة نشرة الأخبار بالبولارية السلوكية الولفية الساعة السابعة وثلاثون دقيقة النشرة الرئيسة في موعدها على تمام الساعة الثامنة النشرة الرياضية على تمام الساعة التاسعة النشرة الرئيسة باللغة الفرنسية في موعدها المعهود التاسعة وثلاثين دقيقة مسائية الموريتانية تتضمن أيضا فقرة ضيف المسائية النشرة الأخيرة في موعدها منتصف الليل انتظروا مسائية الموريتانية قريبا على الشاشة أهلا بكم جديد الآن مشاهدين الكارم نتوقف مع زميل محمد البديدي الذي انضمي لي في استدوى لتقديم الفقرة الاقتصادية من هذه النشرة مساء الخير محمد مساء الخير زميلي محمد رمين مساء الخير مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل نبدأ ومشاهدين الكرام الموجز الاقتصادي بسعر يهم العمولات العالمية مقابل الوقيع حسب بينات البنك المركزي الموريتاني كشفت الحكومة السعودية شهر يونير الجاني في رياض نقاب عن برنامج الوسع النطاق للتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في محاولة نزيادة التنوع الصناعي وإعادة تشكيل هيكل اقتصادها الذي يعتمد على النفط ويغطي برنامج التطوير الصناع الوطنية والخدمات اللوجستية أربعة مشالات للإستثمار هي الطاقة والصناع والتعدين واللوجستيات ومن المتوقع أن يستقطب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال بحلول 2030 ويخلق 1.6 مليون وظيفة جديدة حسب مصدر الحكومي السعودي افتتح الاجتماع السنوية 49 للمتدى الاقتصادي العالمي دافوس بسويسرا واخر شهر يونير الجاري وقد تم نقاش مواضيع خلال 400 جرس مقررة في الاجتماع تطرقت إلى محاورة تعلقت بالاقتصاد العالمي وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي وإدارة البيانات وفي جانب آخر من هذه الندوة تم تركيز على بحث سوبر الكفيلة بالتنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية والربط بين أسيا وأوروبا وإفريقيا والبحار المشاورة ويعكف المشاركون في المتدى على وضع استراجية جديدة ستمكن من نشاء أسواق نظافية تساهم في تطوير اقتصاد الدول المعنية في مالي مشاهدنا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمشارات في الأسواق المالية العالمية مشاهدنا الكرام موقفتنا الاقتصادية لهذه الليلة انتهت لكن لنشرة الثامنة بقية مع زميل محمد رميل عبدالدود الذي ترتقونه بعد الفاصل إلى اللقاء أهلا بكم جديد أنعشى الموسم السياحي 2019 سوق السياحة في أدران يساهم استثباب الأمن وتنوع الطبيعة في الولاية في استثباب المزيد من السياحة الأوروبيين تميز الموسم الحالي بالتنظيم رحلات على مثل قطار سياحي هو الأول من نوعه أدرار سحر الجاذبية التي قاومت قسوة الطبيعة مثل مابا ومتنظيم